اكد وزير الخارجية الامريكي ماك بنبيو ان اي عملية بيع اسلحة لاران ستؤدي الى عقوبات وذلك بعدما اكدت طهران ان حضر شراء وبيع الاسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الامم والمتحدة رفع تلقائية وقال بنبيو ان الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطات الوطنية لفرض عقوبات على اي فرد او كيان يساهم في امداد وبيع ونقل اسلحة التقليدية الى ايران مضيفا ان على الدول التي تريد السلام ومكافحة الارهاب ان تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالاسلحة مع ايران